اشتركوا في القناة وميزة في مختلف الألعاب التي شهدها الأولمبيات كما قام الشيخ علي بن خليفة الخليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية بإطفاء الشعلة بعدها تم تكريم الرعاة والمدارس الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقات الجماعية استطاع المقاتل محترف بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة جوسي توريس الملقب بشورتي أن يحقق فوزا جديد في مسيرته الاحترافية في عالم رياضة فنون القتال المختلطة وذلك بعد فوزها على المقاتل البرازيلي راندو في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات بطولة تيتان في نسختها الثامنة والثلاثين والتي أقيمت بولاية فلوريدا الأمريكية توجى فريق المنمى بلقابه العشرين بعد فوزه في النهاء الخامس لدور الزين لكرة السلة على منافسي الأهل بأربع وثمانين نقطة مقابل تسع وسبعين لتصبح النتيجة النهائية فوز المنمى بأربع مباريات مقابل مباراة واحدة ليحافظ بذلك الفريق على لقبه وبهذا الانتصار عزز المنمى زعمته للسلة البحرينية كأكثر فريق توجى ببطولة الدور تغلب فريق الأهلي على النصر في الدور قبل نهاء مسابقة كأس سمو ولي العهد لكرة الطائرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليقترب من التأهل إلى النهائي بانتظار اللقاء الثاني الذي سيجمع الفريقين يوم السبت المقبل حيث يحتاج الأهلي لذكرار انتصاري حتى يؤكد تأهله بينما يحتاج النصر إلى تحقيق الفوز لتأجيل الحسم إلى مباراة فاصلة ترجمة نانسي قنقر